أخوتي السلام عليكم مرحبا بكم من جديد اليوم في قناة ظالم بلوك اليوم اللي كنتمنى لجميع المشاهدين ديالي كنرحب بهم بواحد الفيديو جديد حول خروقات رئيس جماعة بني شكر اللي اسمعنا ببعض الرؤسات اللي داروا الطلاب الرميد طلب الدعم دعم تال الرميد الاحناية كجمعية جهوية لحماية البيئة والمال العام غد ندري واحد الشيكية للسيد الوزير والسيد العامل حسبا علاش هو غد يشد الرميد وهو مجموعويز هو عنده الفلوس وكرئيس جماعة وعنده هو دكرار مليار وسبعمية في الدخول نتعى الرئيسة نتعى الجماعة نتعى الترشيح ولهذا اللي قد نذكره الإخوان على حسب الفسد اللي كيوقع في الجماعة المرشحين الأعضاء نتعى المجلس لعدة الناس اللي رشوا عليهم لعدة الناس اللي دروا فيهم التقاء في أي مضعف المغرب كامل كيوقع هذا الشيء لأن اللي كان عانوا به دبا اللي كان عانوا بالفساد وكان حسوا بالفساد والافتزاز داخل المجلس ولهذا الرئيس الجماعة اللي در 12-12 باش يطلب الرميد باش يطلب الدعم الرميد هذك الدعم جاء المعويزين النس اللي معويزين اللي ما عندهمش وهو جاء باش در الطلاب لأنه رام مكتوب في القيادة ولهذا اللي تسرب الخبار من القيادة تسرب الخبار من القيادة اللي احنا نشرناه بعض الفيديوات اللي كانوا من قبل اللي نشرناه ولهذا اليوم اللي بغينا ننذكروا الإخوان على حساب الرئيس الجماعة اللي كيمشيفت أصحاب الخضراء بنيشيكر كي يدي الخضراء باطل والله غادي كيقوله نحيد لك لأنه ما بغيش نذكر اسميان تاع أصحاب الخضراء وربين اللي بنيشيكر أرا كي يعرف مين كي يدي الخضراء رئيس الجماعة لأنه آآ العينينا كي يشوفوه ولهذا بحال هذاك الخانشان طاع الطحين آآ سلام الرجدي آآ بالنسبة السيارة نتاع الجماعة غادي نصوروها في الأوقات آآ خارج الأوقات غادي ندي لكم نوفيكم بواحد الفيديو إن شاء الله غادي نوفيكم بالفيديو لأنه كي يدي السيارة كيمشي عند عند الضعارات آآ في إقليم الناظور كي يدي السيارة انتاع الجماعة وكي سوكها واحد في الشمارة لأن السيارة انتاع الجماعة يسوكها واحد موظف ما يسوكهاش واحد آآ في الشمارة لأنه غادي نبلعو عليها إن شاء الله غادي نشدوها إن شاء الله لأنه كي يخرج في الأوقات غير العمل لأن لهذا كيدوز واحد طريق انتاع الموندر طريق تحتاني انتاع يده كيدوز به باش ما يشوفوش العيني ولهذا احنا هي العين الأحمر الذي لا تنام لك نقوله الإخوة للسحاب نشيكال الجمعويين الصحفيين لأنه ما تخليه الفساد ينتشر لأنه احنا يرى معه صاحب الجلالة لأنه احنا يرى ضد الفساد لأنه درنا عيدة الواقفات درنا عيدة الاحتجاجات على حساب المجلس الفساد اللي فيه في المجلس لأنه رئيس الجماعة كممثل المجلس لرأس الفساد في الجماعة لأنه منذ ترأس الجماعة منذ ترأس الجماعة 2015 احنا يقعانيهم هاد الفساد و هاد الخروقات داخل المجلس لأنه كان قوله الرئيس الجماعة باركم الفساد قولنا شنو خدمتيا مدة على حال 6 سنين قولوا ناشنو خدمتيا قولوا هنا الخدمة اللي خدمتو بالنسبة التزيف المركز اللي كيقول لنا سراغد نزيفه المركز ما شي هو اللي كيزيف المركز اسحبني شيكار هادك العمران اللي السيد العامل تشرف عليه السيد العامل شكرا مشكورا السيد العامل ما هذا المنظر اللي تشرف على الشاركة لتعلى العمران باش تزيف تزيت دير الزفت للمركز الداخل الشوارع المركز اللي كان باقيا من عهد الرئيس السابق وبعض الفك العزلة بعض الطرقات اللي في الضواوير اللي فك العزلة هادك انتع الجيها باش الناس ما يمشوش غالطين الناس باش بقاوا الناس ما يتغلطوش على حسب الهدرة لان الرئيس الجماعة بالنسبة البناء اوكينا واحد في عيادة اسمه محمد اللي بناه بالرخصة نتعلى العملة جا عنده المستشار النائب الاول اللي طلب لوا تمنا الف درهم قالوا الرئيس الجماعة غالين قسموها الرئيس الجماعة وانارا غالين نعدلو كلمي الف نعدلو اعتروا تمنا الف درهم لان الاب ديالو كانت مبيعو Finger Chang محمد كانت مبيع بقاذر عطروا تمنا الف درهم أرى درناها عودرناها عودرناها كان قولوا للسحاب من الشكر فتحوا شوية عينيكم لأن المجلس فاشل منذ ترأس رئيس المجلس المحمد محمد بادي لأنه معروف لدى العام بالنصب والاحتيال بالفساد بالخروقات بالافتزاز معروف لدى العام لأنه كان بعض المناظرين وبعض الجمعويين اللي دار بهم عدة شكايات علاش باش يخويوا يخويوا له الملعب من طاعة الكرة باش هو يدير ما يبغى في السكينة ولهذا كان السعب تستمت كرئيس الجمعية الجهوية اللي حماية بادي أو الملعام كان شكره مشكورا وكان عبدو العبدو هو أنا اللي كان أضر معاكم اللي وقفنا في الوجهة نطع الرئيس الجماعة في الوجهة نطع المجلس باش المجلس ما يزيدش في الفساد لأنه درنا عدة الاحتجاجات اللي درنا ضد الفساد وضد المجلس درنا عدة وقفات درنا عدة شكايات إلى السيد الوزير السيد ديول الملكي السيد صاحب الجلالة إلى للمريم إلى السيد العامل السيد الوالية درنا عدة شكايات على حساب الخروقات اللي كي وقع في المجلس اللي كان طلبه السيد العامل على عملية قليم النظور والسيد الوزير. السيد الوزير كان طلبوا التحقيق في الامر بالنسبة اولا الرميد. اه شفنا واحد الرئيس اللي اه شفته واحد الرئيس اللي ازتراض المرات انتع الدم. لان باش يكون عنده الرميد. وهو ما شيء معويز. هذا خارق القانون. لانك يتعقب عليه القانون اللي ان القانون فوق الجامعة. لان احنا يارا غاد نديروا الشكاية باسم الجمعية الجهوية لحماية البيئة او الملعام. نديروها للسيد العامل. السيد الوالي. السيد الوزير. والسيد القائد لان فنضاء الشكاية ان شاء الله البعض الشكاية ان شاء الله غادي نضاءهم. في هذا اللي ما ان شاء الله اللي هو اه ما عندهش الحق prod الرميد. ما عندهش الحق يستفد بالرميد. وهو عندو الدبل الجنسية عندو ما عندو الغيزتونس اللي هو اه شرط ضرف مليلية الفلوس ديان وشنو كيدير قد. كيد. كيدزوم كيدريهم الاسبانية ولهذا الاخوة بوقت على você واحد쳐 دشاة اللي بغيت تعرفوه هادالناس هاد نسل كيرشهو على المرشحين وعلى الرؤسات وعلى هدا واش المجلس تنقام بمية وربعة عشر مليون عاذ كنستنو رئيس جماعي جبنا الطرقات وجبنا التلميات وجبنا هدا وجبنا هدا ولهذا لان بنشي كاتستغيث كتستغيث صاحب الجلالة والسيد الوزير والسيد العاميل لان رعنا في واحد الازمة في المنطقة لان باش عامل في الاقتصاد باش يتمشوا لانه خس رئيس في المستوى خس المستشارين في المستوى ما يبقى ونجيبوهم ام الحمار اراكب على الحمار ولا كي بيع الببوش جال السياسة ولا كي بيع النعناع جال السياسة بيع الخوبست جال السياسة كي يكيبوا مولياجور جال السياسة لا السياسة رماش يلعن السياسة يكون واحد اولا وخمقارش يكون سياسي يكون مناظر يكون كاي بغي الحق وكاي ناظر ما كاي بغيش على البوبرية ما كاي بغيش على الفقارة ماش واحد كاي بيع الببوش مسكين قتله الجوع واحد كاي بيع الخبز عند الباب تاع السقجة باش يمثل السكينة والله حمواليدين قولوني يا صاحب السكينة ابن شكر اللي كيعرفوها هاد المستشار اللي عندو قولوني اللي حمواليدين واش عالي هو اللي غادي يمثل السكينة بالكلام الخانز اللي عندو فالفم بتضرب وش جرح قولوني وغيش بالافتزاز واش بالرشوة هواحد انا اه حمزة اللي هو عوضو اه مستشار ولا فش افشي لجنا ما نعرف واش هو اللي غادي يمثل السكينة عجيه ليوا اه اسحاب جيه ليوا اه اسحاب جيه ليوا اه مالكم ناعسي واش حمزة اللي غادي يمثلكم قاع الناس اللي قاري ينتمه ما كاي نحتشي واحد خطرتوه بائع الخبز هو اللي غادي يمثلكم واش بنادن فيه الجوع وكاتستنوه منو جيبكم تلمية واش بنادن مشبع كرشو كاتستنوه منو جيب تلمية وفي فيقو شوية فيقو واش سمعتو الخطب الملكي صاحب الجلال الله ينصره لان ارا انا في الدولة الديمقراطية ارا في الدولة العدالة لان اخسكم شوية تفتحوا له شوية عقلكم سمعوني مزيان اخوتي انا انا ماشي عوضو وماشي متنكج معاوي حتى انا كان صوت بحالي بحال الناس انا صوت على ناجة ابركان لان امرأة فيها جوجد الرجال في المستوى بالتقافة وبنت العائلة وحشو مياه ما تقول له الله حموالي دين هو ما يديهش فيك شنو كتستن منو لان انا ناجة ابركان لبنت المنطقة وفي المستوى وقارية وكتوقف وكتوقف الوجه بتاع المسؤولين ولي هذا اللي عليه الهل ولا حمزة ولا سلام الرج دير واش هادا اللي غدي وقف واش هادا اللي غدي هضر عليكم حال سلام الرج دير عنده الكرش فيه ستا مترو عنده خمسة ديال خمسة ديال الكريشة اللي عنده تمه واش كتستنو من نوعاذ يمثل اسحاب هيدون اسحاب هيدون اسحاب هيدون انا كان قولكم ليكم من راسكم فيقوا شوية فيقوا شوية من نعاس وفيقوا شوية من القلبه واش اللي ضرباه كتستنو من نوعاذ يجيبكم تلمياه لهيدون لا نتغوكم شوية 100 درهم لا نتغووة شوية 200 درهم يا اهل بنشكر انا يا أخوت انا يا خلو نتعاونوا عالبره وتقوى نتعاونوا حني ضد الفساد ضد الفساد لأن الناس اللي عندنا اللي كان عندنا المديرة المليلية المحتلية أو السبتاد الجواهي ديالنا واللوجده اللي كان دها الحدود اللي مبلعين يمشي والناس البطالة ده مرة كانت مش شوف واحد الأزمة اللي خص نتعاونوا عليها اللي خص المجلس الجماعة غادي تلمى المنطقة ولهذا المجلس الجماعة كيفاش غادي تمنى المنطقة وهو ما كيف يفهم والو لأن الناس اللي كيف يفهموه أهل القانون ما خلوهو مش يخدمو لأنها بحل شعيب أحنين بحل تستيعب الله هاد الناس من أهل القانون من أهل الثامة هاد الناس هاد الناس اللي مستوى عالية لرجل مناسي في المكان المناسي أنا بحل تستيعب الله ما كيف يفضلوش وبحل شعيب أحنين ما نفضلوش على شي واحد لأنه رجل لمستوى ورجل التقى ورجل الكلمة لأنه بحل شعيب أحنين إلا عيت له في التليفون وما هز شعليك غادي كمر شغل يالو غادي عيت لك إلا قال لك الكلمة نعاون شي واحد ولا نعطي لش واحد ولا ندير شي واحد كيكمل الكلمة لأن اللي ما كيكملش الكلمة أولا كيتسمى منافق ثانيا كيتسمى صلقوت ثالثا كيتسمى وضلحرام لأنه كيكذب كيلعب على المشاعر انتع الفقراء نحن يخسنا الناس لأهل الكلمة اللو تكون عنده الكلمة انتع الرجل الرجل كيكون بالكلمة باللسان هل تخرج الكلمة مننا كتخرج بحل بومبة بحل الساروخ كيوفي بها لأننا اللي بغينا نحن يا فلنشيكار بغينا نشده اليد في اليد باش نديروا التلمية البلد ديالنا باش نتعاونوا مع صاحب الجلالة باش نتعاونوا مع السلطة المحلية باش نتعاونوا مع الوزارة لأننا نديروا اليد في اليد ما نخلوش الفساد والتهميش داخل الجماعة لأننا منذ 2015 احنا نعيشوا في واحد التهميش داخل الجماعة في واحد الكراهية في واحد الانتقام داخل الجماعة لأننا دروا واحد العصابة كبيرة داخل الجماعة عصابة الفساد عصابة نصابة داخل الجماعة شكون 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 قولوني شكون قولوني شكون شكون لأن بنسبة عليه سلام الرجدي حمزة والرسل اللفعة. الرسل اللفعة شكون هو؟ اللفعة مين كتموت؟ كتموت من الرسل. هو رئيس جماعة محمد باديان. الاستولة وكيستغل النفوذ ديالو باش يدير العشوائية افتيزية باش يستولة على الاينارة العمومية للفروت نتعده شفعية ده والله ما در فيهم واحد لا. هذا هذا هو الفسد بيده. لان بالنسبة البارح كان عند عبدالله مو الخضرة وكانت ما شي جمعويين وشي سياسيين انطق واحد الميكانيكي قالوا الرار رئيس هكده 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 هذك الميكانيكي حتوى مشارك في الفسد لانه معروف بالفسد هذك الميكانيك معروف شفر خوتو شفر هذا اللي قال له رئيس الجماعة لا دبه هو كينتقم اللي غدي شوف اراه معايا كينتقم انه كيدل له الانتقام. ولهذا خوتو ان شاء الله غدي نخرجوا بواحد الفيديو ان شاء الله جديد كن طلب منكم باش بارتجوا هاد الفيديو. وغدي يكون دائما جديد واحنا غدي نوقفو في الوجه الفساد غدي نوقفو في الوجه هاد الاحزاب السياسية اللي كيمثلو هوم اللي حشموه الاحزاب السياسية اللي كان طالبو من من الامن العام انتع التركتور او من الامن اللي اي امن عام انتع الحسب ما يعطيش ما يعطيش تسكية من اي واحد. اي واحد جاء كان كي يسرح الخروف جاء باش يرشح. كان كي بيع الببوش جاء باش يرشح. اللي احنا يا صدامي ودابا كان عاني ودابا ابنادم كيحتاج مسكين بوبريك يحتاج الدعم كيحتاج لمعوانا كيحتاج لأنا نلقينا المحسنين ما نلقيناش رؤاستة الجماعة او البرنامانيين اللي عندنا. البرينا من تنقل الألوز سوف تنقل المشيطين حج trimmed الحيش جافة إن كان الحيش. الحيش واحد المرة. بشي كتكون المرة كتبشي تسبوك. كتبشي تسبوك كتبشي تسبوك. ولي هذا أخوتي كنشكركم بزاف. آآ لخارج الوطن داخل الوطن. إحنا يا مغاربة. ليد في اليد من طنجة القويرة. وشكرا المتبعين ديالي. آآ كنتمنى لكم تابونيو. وكنتمنى ميكم إن شاء الله تابونيو هاد الفيديو. وتبرتجيو إن شاء الله بشي يوصل أعلى مستوى. شكرا.